هل ناقشت أحدا في أمر واضح وعرضت له البراهين القاطعة فأخذ يورد الشبه ويرد الأدلة ولم يسلم للحق مع وضوحه هذا هو المجادل المعاند فمن الناس من يرفض الحق ويجادل لإبطاله قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمذموم شرعا ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل بغير علم والجدل في الحق بعدما تبين والمجادل بغير علم إنما يتبع هواه والشيطان ولهذا لا يصل إلى الحق قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض والممار الشديد المشكك في الحق والراد للأدلة يستحق غضب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد شديد الخصومة لأنه كلما احتج عليه بحجة حاد إلى جانب آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون والمراد بالجدال الخصومة بالباطل في نفي حق أو إثبات باطل وضرب الحق بعضه ببعض لإبداء التعارض بينهما ومن الناس من يماري للرياء والتطاول على خصمه وهذا متوعد بالنار قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ومن ترك المراء لوجه الله مع قدرته عليه فله الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي في أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا أما الجدل الذي يراد به إظهار الحق والدفاع عنه والدعوة إليه فممدوح بل هو فرض كفاية قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن